ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب كونوا بخير النهاردة هتكلم على نصايح مهمة جدا لاصحاب برج العرب الخاصة بشهر يوليو لعام 2020 برج العرب عندنا الشهر ده يعني شهر رائع جدا متميز كتير قوي لازم ان احنا نكون متفقلين اكتر نكون ايجابيين اكتر يكون عندنا تحسين للوضع بشكل قوي يعني نستغل الشهر ده بشكل قوي عشان نحسن وضعنا نحسن نفسيتنا هيكون شهر قد ايه داعم للنفسية فبالتالي محتاجين ان احنا نلعب على ده نلعب على حتة ان احنا نستغل الشهر ده نستغل الطاقة اللي فيه نستغل الفرص اللي فيه نستغل الايجابية ونكون بالاساس متفقلين يعني نبتعد عن كل الضغوط كل اللي فات او كل الماضي من المشاكل او الارهاق اللي مرينا به او التفكير العميق اللي كنا بنفكر فيه خلينا نكون متفقلين ونقول ان الخير جاي نخلي السعادة تدخل على قلبنا او من الاخر نكون عندنا حمل التغيير لروحنا يعني نكون فيه تغيير للنفس تغيير جو تغيير ان احنا نقعد مع صحابنا نكون مفرفشين اكتر مريحين اكتر نروح مكان جديد نتعامل مع اشخاص جديدة او اشخاص احنا بنحبها الحاجات دي كلها او ان انا نغير style لبس معين البس حاجة مثلا معينة كل الحاجات دي محتاجينها ليه لانها تسير فيك الايجابية في الوضع النفسي فبالتالي هنكون متفقلين ده اللي احنا بالفعل محتاجينه في خلال شهر يوليو ومن بدايته عشان نكون قادرين نستغل الفرص بشكل قوي اول حاجة الحاجة التانية مهمة جدا وهي الماضي الماضي اللي غيزنا الماضي اللي ممكن يكون مشكلة مرينة به فبالتالي خايفين نقع في نفس المشكلة مرة تاني او عندك مقارنة ما بين الماضي والحاضر فكرة الماضي المسيطر اللي مازال مسيطر لان برج العرب من النوع اللي ما بينساش الماضي فبالتالي مشكلة اساسية خاصة في الشهر يوليو واللي على فكرة الشهور كمان لحد اخر السنة ما ينفعش ان احنا نكون من فتكر الماضي كتير أو أن الماضي يكون مأثر على شخصيتنا يمكن ظاهريا يا برج العرب ظاهريا ما بيتأثرش إحنا بالماضي لكن بالفعل من جواكم بيخليكم مهزوزين يعني علاقة مشية بس العلاقة دي حصل فيها مشكلة في الماضي المشكلة اللي في الماضي بتفضل مأثرة وبنفضل فاكرينها للشريك وممكن نكون بنعيد ونزيد فيها وبالتالي بنزيد المشاكل مرة تاني لأن نفسيتنا لسه مازالت بتشيل فنخلي بالنا ده كمثال لكن هو التفكير في الماضي بصورة عامة ده شيء مش مطلوب تماما في شهر يوليو دي النصيحة المهمة جدا حاجة تانية فكرة الندم برج العرب عندك ندم على شيء معين أو ندم خليك أنك متألم ببعض الأشياء نخلي بالنا كويس جدا جدا من حتة أن الندم ده ممكن يسير فيك نفسية سلبية ويخليك أن انت تاخد قرارات سريعة فبالتالي تندم أكتر نخلي بالنا لازم تخلي بالك كويس جدا جدا من حتة أني أنا ممكن أكون عندي مشكلة معينة ندمت عليها بالتالي عملت التصرف معين رد فعل معين ندمت عليه بالزيادة الحاجة اللي أنا عايز أتكلم فيها برضو فكرة التصرع التصرع في الكلام التصرع في التصرفات التصرع في ردود الفعل التصرع في الحكم على قلبي أو التصرف من جوايا أو أن أنا أتغير من جوايا تجاه فلان أو التعامل تجاه فلان فكرة التصرع بكل المقاييس من خلال التعاملات مش مطلوبة لازم أكون بتعامل بشكل سياسي دبلوماسي يا برج العقرب الحاجة التانية من التصرع هو التصرع في القيادة التصرع فيه أني أنا أكون قررت أسافر على طول قررت أجي على طول قررت أروح مش عارفة قررت أنزل مشوارة على طول فكرة التصرع فيه القرارات فيه حتة الانتقال مش مطلوبة برضو لأنها هيكون فيها خوف شوية وبما أني جبت سيرة السفر نخلي بالنا إحنا عندنا فرصة السفر يا برج العقرب لكن السفر أخلي بالي من مقتنيات الشخصية أخلي بالي من أوراقي منساش حاجة قبل ما سافر وفي نفس الوقت منساش حاجة من مقتنيات الشخصية الخوف أنه ممكن يحصل تبديل ممكن يحصل حاجات من النوعية دي فنخلي بالنا كويس جدا لأن معرضين لحتة المقتنيات الشخصية يكون فيها سرقة فيها ضياع فيها أن إحنا ممكن ننسق حاجة فبالتالي نعمل تعطيل لموضوع معين نخلي بالنا كويس جدا جدا من النقطة دي كمان المقتناءات الشخصية أو الأوراق أو المستندات في التعاملات العملية أو المهنية أو العلاقات الدولية أو لو أنا مستني شو حنا أي حاجة فيها أوراق أختام تعاملات لازم أخلي بالي كويس جدا جدا من أن يحصل فيها لعب أو تزوير خاصة لو أنا عندي مشكلة قانونية أو عندي عدم تفاهم مع الشركة دي أو الشخصية دي يبقى لازم أكون عندي حرص شديد جدا إما ما تتعاملش مع الناس دي برج العرب كمان من النصائح اللي أنا عايزة أتكلم فيها أن برج العرب عندكم ألم واجعكم برج العرب ظاهريا أنا عارفة أن أنتوا ظاهريا ما فيش أي شيء ممكن نقول أن إحنا متقلمين موجوعين لكن من جواكم شخصيتكم نفسها مهزوزة فيه عدم ثقة من جواكم اللي ظاهري ثقة قوية جدا ولكن من جواكم لا صعبان عليكم نفسكم من موضوع معين لما يا برج العرب لما حد يضغط عليكم نفسيا سواء من الأهل سواء من الشريك بموضوع بيضغطوا عليكم بموضوع لازم أخلي بالي كويس قوي قوي من حتة أني أنا أقول أعترف أني أنا مش عايز أسمع الكلام ده كفاية انتقاط كفاية مش عارف إيه كل الحاجات دي لازم نحنا نعترف نقول مش عايزين أن انتوا تتعجبون على حاجة إحنا عارفين غلطنا اللي هو من الآخر قولهم يخفوا عليكم خاصة أن المشكلة دي بتيجي من الأهل الأصحاب برج العرب بشكل قاسي جدا جدا برج العرب كمان من النصاح اللي أنا عايز أتكلم فيها وبشكل قوي جدا وهي حتة التهور لازم أخلي بالي كويس جدا جدا من أني أكون متهور في فعل شيء معين أني أكون ده نوعا ما من التصرع اللي أنا قلته بس في فكرة التهور برج العرب أساسا بطبعهم لما بيجي الجنونة شوية بنتهور بنعمل أفعال غريبة ممكن نندم بالفعل على تهورنا ده فلازم أخلي بالي أكون عندي أن أنا أستشير حد قبل قرار أو أني يا ريت أكون مع الأشخاص المقربين ليا من بداية الشهر أو أقول للناس المقربين ليا الأنتيم أو المقربين جدا جدا ليا أو لهم خلي بالكم مني في التصرف لو أنا عملت كذا كذا وقفوني غصبا عني قولوا ده لأن على فكرة ده شيء طبيعي جدا جدا يعني من النقطة دي محدش يستغربها لأن بعض الوقت بيكون عندنا فعلا بيجي لنا وقت بنتهور فيها بنكون محتاجين حد يوقفنا ولو إحنا تهورنا بنقول يا ريت كان حد وقفنا لما حد يجي ينقضك أو يقول لك أنت ليه عملت كذا تقول يا ريت كان حد وقفني فده بيحصل كتير يعني النقطة دي ما فيهاش أي طريقة أو حاجة أن إحنا نضحك عليها فيها يعني قولوا للناس المقربين منكم أنا لو مريد مواقف معين اللي هو كذا اللي أنتو قلقانين منه قلقانين من تهور معين أنتو فلو أنتو دخلين فيه أو خايفين منه بشكل قوي لا أقول للناس المقربين مني وقفوني لو حصل كذا 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 مش عيب مش حاجة أن إحنا نضحك عليها أو نهذر عليها عامة برج العرب كمان حاجة تانية مهمة نخلي بالنا من الأشخاص اللي ممكن يكونوا من المقربين الأهل من المقربين الأصدقاء برضو يعني برج العرب عندكم روحانيات قوي أتعرفكم القريب اللي بجد من القريب اللي مش لطيف يعني القريب الخبيث نخلي بالنا بقى من القريب الخبيث ده لأن بيجي الضربة منه بشكل قوي فكرة أني أنت تكون قريب من حد عشان خاطر أنت محرج تحرجه تتكلم معاه كلمة معينة عشان أنت محرج ترد عليه لا رد عليه خليها كده تيجي إضرب على الحديد ووسخنة يعني ابتعد عن الشخص ده من دلوقتي بدل ما تيجي تستنى بعد كده هو اللي يضربك ضربة قوية من ظهرك خلي بالك كويس جدا جدا من النقطة طب الحاجة برضو اللي أنا عايزة أتكلم عليها وأننا نركز عليها وبشكل قوي جدا وهي وهي أنك يا برج العرب تحت الميكروسكوب بشكل قوي أشخاص كتيرة بيرقبوك أشخاص كتيرة بيرقبوك في الوضع المهني عشان ترقيه عشان خاطر أنك توصل لحاجة معينة عشان خاطر حطين عينهم أن أنت تنفع في مجال معين أو كارير معين أو حاجة معين عقيا كان يعني فأنتوا تحت المرأبة في الوضع المهني لكن تحت المرأبة في الأمور الحياتية عشان أشخاص حقدين فلازم أن أنا يكون عندي تحصين بشكل قوي أكون بداري على نفسي بداري على ممتلكاتي بداري على تصرفاتي بداري على نجاحي كمان برج العرب كمان افتخروا بنفسكم في أن أنتوا ما تبقوش ما تسمحوش لحد يقلل منك ما تسمحش لحد أنه ممكن يقولك أنت فشلت في كذا حتى لو فشلت أنت معروف جدا جدا أن النجاح ما بيجيش بعد خطوات من الفشل فخليك دايما فخور بنفسك أو فخورة بنفسك يا برج العرب ما يبقاش حد بيحاول أنه يحبطنا أو يخلينا نكتأب بالعافية أو يخلينا نحنا نفشل بالعافية فبالتالي يخلينا نحنا نكون كرهين نفسنا برج العرب خليكم بالقوة اللي أنتوا بتتميزوا بيها من صفاتكم ما تخلوش كلام حد يأثر عليكم ما تخلوش حد يهز ثقاتكم في نفسكم دي خلاصة عامة الحاجة برضو القوية اللي أنا عايز أركز عليها وخلوني أقول آخر حاجة وعذروني يا نصاح كتير جدا بس في نفس الوقت يكون لها مفيدة خلوني أقول الحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أتكلم فيها وهي أن إحنا لازم نسعى أكتر اسعوا أكتر خلينا أن إحنا نكون دايما وصقين في نفسنا أكتر أن إحنا عارفين أن إحنا هننجح أن إحنا هنقدر أن إحنا هيكون عندك تزرع في نفسك القوة أنت قادرة أو أنت قادرة على أن إحنا نزرع في نفسنا القوة كتير من برج العرب أنت عايز تدعم الشريك وتطلع به لفوق عايزين تنجحه مع بعض فيه هدف مشترك اسعوا للهدف المشترك ده أنه ينجح أنه يقوى برج العرب كمان ساند الشريك أو خليك قريب من الشريك اهتم بيه خاصة لو هو من الأبراج الهوائية أو من الأبراج النارية عايز منك اهتمام بشكل قوي عشان العلاقة كمان تنجح برج العرب أنا مش عايز أطول عليكم بجد بس في نفس الوقت فيه نصايح كتيرة جدا ولكن خلينا أكتفي بالنقاط دي لأنها بالفعل مهمة جدا بتمنى أن أنا أكون في التقوم وبتمنى أن أنتم ما تنسوش اللايك وشارك في القناة وتفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر